موسيقى يعني بعض المرات كتحس براسك كتحس بوحد الحقرة اللي كيفاش غلون نوصل لك كتحس براسك محقور كتحس براسك بوحدك كتحس براسك كتلقى جغول عليش انا موسيقى انا مطالبش شي حاجة اللي فوق من القانون انا طالب غير القانون ديالي لان كل شي كي يعرف راه المغرب ديال نرى 2022 نرى بلد ديمقراطي بلد كي يشجع الشباب دياله موسيقى بيحسيت براسي تستاذف بيحسيت براسي محكور ولكن موسيقى 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 السلام عليكم اول حاجة كنشكر موقع ديال الاشواق على الدعوة ديالو الحمله ديال كلنا مع الأستاذ المهدي منيار من أجل حصل على الرخصة جات من بعد واحد تدوينة اللي كتكتبتها اللي اصلا انا ما بايت نكتب موسيقى 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 آخر من غير أنه يكتب براء الرسام أنه يعمر كي يرسام كله واحد وكيفاش يعبر أنا من بعد ما طرقت جميع الأبواب أولمي الفديالي اللي هو قانوني ما ملقي شي إجابة اللي بقاه ولبلة ورغم مرور الأجل القانوني اللي هو السينيوم وعملت على أني باش نكون حارس على جميع القوانين وجميع الرخص اللي أطلبهم مني المؤسسات ديولي والحمد لله يعني جمعت التوصي كومبلي المؤسسة يعني كما نقوله من أجل يعني البناء من أجل مدرسة تعليم خصوصي يعني قاعلي ناغم أي حاجة طالبينها كينا في الوطائق ولكن ما عرفتش بعض المرات كي نحس براسي علش كي نقول مع راسي علش أنا كي طبقوا عليا شي حويج وصير توفد يعني بعض المرات أشياء اللي مشي مشي اللي قانونية كن خصنين جوب علي خصنين يعني كتطبق علي أنا ما عرفتش ما عرفتش أنا ما عندي مشكل مع تشي واحد أنا بغيت إلا كان شو واحد عنده معي مشكل يعني مستعد لمواجهة بدرتش خطأ عن غير قصد إن الله غفر ورحيم أنا ما كنظنش بأنني يعني قنستاهل هذا الراكي بقوا في الوالدين اللي كي تعبوه معي عائلات خطامين الضرر دي المشكل اللول دي 2019 دي الإغلاق اللول فحت رخصة ما لقيت الإجابة يعني بعض المرات كتحس براسك كتحس بوحد الحقرة اللي كيف أشغل نوصل لك وحد كتحس براسك محقور كتحس براسك بوحدك كتحس براسك تجول علش أنا بالعكس أنا بغي بلادي أنا بغي نستطمر في البلاد ديالي أنا بغي نتعون معا ولدك كندير شي حاجة اللي غان يستفدون من نقايا على الناس والحمد لله كين انتقادات كين الناس اللي ما غاد يش يبغيك ولكن نرى النتائج كتدوي والأشياء اللي 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 درناها رأها باقى شادة والحمد لله ما دي شفت التدويالي كيف تكتب ذلك؟ التدوينا كتبت فيها زعمة إلى تقاتلتي ودرتي شي مشروع نحن دائما كنقوله وكنعب نقوله نحن في دولة الحق والقانون وسيدنا الله ينصروا لنا والله يطولنا في عمره دائما كيشجع الشباب كيشجع المستميرين وتالي المسؤولين ديالنا كنطلب منهم بأنهم يوقفوا معنا كيشع الموثم التراثي أنا ما نقالب شي حاجة اللي فوق من القانون أنا طالب غير القانون ديالي لأن كل شيء يعرف رأي المغرب ديالنا في 2022 نرى بلد ديمقراطي بلد كيشجع الشباب دياله أنا ما كندنش لأن إنه مهم غيكون المسؤولين يعني ما فراصم دوسي ديالي مئة في المئة غيكون ما يكونش فراصم لأن الأكاديمي كنمشي لأكاديمي أعطاوني الأكاديمي دارت الخدمة ديالة كاملة تريطات دوسي أعطاطني الرقم ديال الإرساليات داروا الأبحاث داروا كل شيء ما ما عرفش بشكت حاجة ما ما هيش أخويمة بشكت حاجة غير طبيعية تبعو خامل تحت كما كنقول ما ما هيش اللي يقولون الناس ما أنا ما نقدر نشكت شيء في شتي واحد ما نقدر نتهم شيء واحد كل واحد يقولك تقولك شيء واحد اللي عنده نفس المصلحة حالة أنا كن آمن بالمنافسة الشريفة وكن آمن بأن بلادنا راه مغاد ضروري كتعطي الفرص كل شيء وكخالقة مبدأ ذي التكافؤ الفرص غير الحمد ان شاء الله الناس المسؤولين اللي من غادي وصلون لهم اللي ميلف وغاوصلون لهم أنا مرحبا أنك نقولها أنا لكت كندير شيء حاجة أنا ما عندي انتماء ما عندي لا انتماء لجمعوي لا سياسي ما عندي شيء حاجة أنا دائما الشعار ديالي والحاجة الوحيدة اللي كنعرف هي الله الوطن المالك أنا ما ديرش انتماءات انتماء ديالي مغربي ووطني ملكي يعني بكيني الناس اللي كيستعدوا في الماء العاكير دارور يخصوا بتربحني ربحني نفسني بش يدربحني بأنك تكذب عليها ولا تتعرفوا أحد الشخص معين أو تتعرفوا أحد المؤسسة لا بش نزيدوا بلدنا القدام خصنا نتفايدة ود شيء كامل وكيف ما قلت لك راه الأثار باقي ديالإغلاق حينت أنا ما بين الملايير ديالنس الملايين ديالنس ما بين الملايين ديالنس ما بين الملايين ديالنس هم دي حسيت براسي تستهدفت حسيت براسي محقور لكن ما بينتكان الحلم تيالك من صغرك إنشاء مؤسسة وتعمل الناس وتخدم بعد عائلات والله خلق الحمد لله في نهاية المطاف أن نعيش وتك الشي اللي مكتب لنا الله سبحانه وتعالى واللي مقسم لنا الله سبحانه وتعالى قد نعيش وتعالى ف يعني كنقول أنا دوسي ديالي رق عنوني مية في المية ومدام أننا البلاد رأى فيها ماليكنا نصره الله وحفظه لنا وأطل الله في عمره رأى الحمد لله ما هذيش ندلمه وكيف ما كنقول أنا ما بغيش نمشي للمحاكم ولا ما بغيش نمشي يعني بغي نتخاذ الحق ديالي بالتي هي أحسن بغي غير الحق ديالي ما بغي شي حاجة نحن في دولة الحق والقانون بغي غير الحق ديالي عندي دوسي قانوني ومازال غندليبي إن شاء الله في الفيديوهات الجاية بورقة بورقة أي حجم سيفطاني أعطينا الله كاذيمي أنا عندي تجريبة في هذا الميدان عندي أكثر من 8 سنوات تجريبة إنسان ربما يكون يعني كي يدير البني ما عنده شهادة السادس وكي يدير مؤسسة تعليمي وكي يأخذ رخصة أنا ما أنا ما عرفت شعله عاد شليكين ما كنعرفوا أن المؤسسة كي يكون عنده واحد إنشاءات خاصة وكي تطلبوا منك شي حوالي خاصة يعني متواجدين في المؤسسة متواجدين في المؤسسة متواجدين في المؤسسة كل شيء كل شيء أي حاجة متواجدة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق أما من حيث الأشياء القانونية كلها متواجدة والمؤسسة ومؤسسات سوف ترى الفرق الكائن كبير ولكن ما سأقول لكم يا رب يجب أن يفعل خير وصفة هذه الخلاصة ماذا كنت نقوم بها كنت نرى الدنوع العين وكنت تحقرت لها بزاف أنا سكت وقعوا لي بزاف هذه الأشياء وكن نسكت وكن نبغي ندول رأي الناس يشوفوا كدحاك حينت دائما نقول لهم الأشياء الإيجابية وكن نبغي ندول ما هي المشاكل التي تعرضت لها من 2019 بزاف هذه الأشياء ولكن الحمد لله ما نقوله ونقول الله يجب أن تكون الخير وصفة ما نقوله اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريط إلكتروني وطني شامل ومستقل توقيت اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة